أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمصاعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للغيف وأشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة لسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الانتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وأكد فاروق على أن المواطنة يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الانتاج إن وجدت وسددها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية